السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبركاته حديثنا اليوم عن النفس البشرية كل مرة في حلقات متعددات نتناول جانبا من جوانب هذه النفس البشرية نتعرف عن ماهيتها وعن حقيقتها وعن تطورها وعن تفاعلاتها وافضل من يشخص حقيقة هذه النفس هو القرآن الكريم لأنه تنزيل من عند الله رب العالمين فالله تعالى هو الخالق وهو المبدع وهو الوهاب سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين والمتحدثين أن عادي النفس نتناول اليوم جانب من جوانب هذا النفس وهو طغيان الإنسان في لحظات معينة هذه النفس تطغى تتجبر تتكبر تتعالى وتبدأ في الإفساد وهي تظن أنها تقوم بالإصلاح الحق عز وجل يقول في أولى السور التي نزلت على قلب النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء سورة العلق ماذا قال فيها ربنا عن النفس البشرية قال إن الإنسان كلا كلا إن الإنسان لا يطغن رجل إلى ربك الرجع آية صغيرة جدا ولكن فيها معاني كثيرة ومتعددة ربنا يتحدث عن هذه النفس البشرية التي أودعها الإنسان الإنسان يكون ضعيف ويكون محتاج ويكون يشعر بالضعف وبالهوان ولكنه بعد فترة زمنية لما يكرمه المولى عز وجل بكرمات ويعطيه عطاءات يبدأ هذا الإنسان يشعر وكأنه تغير وصار متميزا ومن تم يطغى ويتجبر ويتكبر أول مظاهر الطغيان عند الإنسان أنه عوض أن يشكر المنعم على نعمه وعلى عطائه يبدأ يشعر بأنه يتجبر ويتكبر نلاحظ مثلا الزوج قد يكون في أول أمره هينا لينا ولكنه لما يعطيه المولى عز وجل نعيما إما ترقيا وإما منصبا عاليا ربما قد يطغى على زوجته ويحتقرها وربما أنه يمن عليها بقيوميته أنه ينفق وأنه يسهر وأنه والرجل وأنه صاحب الكلمة التي لا ينبغي أن تنزل هذا نوع من الطغيان وكثير من الزوجات يشتكين من أزواجهن أنهن يطغين أن الأزواج يطغون وأنهم يتكبرون وقد يكون الطغيان هو في جانب الزوجة فالزوجة قد تغتر بجمالها وبشبابها لأنها لا تزال شابة ويتزال قوامها رشيقا بينما زوجها قد هاجم عليه الشيب والتجاعيد وتجاوز سن الكهلة فتطغى وتتجبر كم من النساء رأيناهن يطغين على أزواجهن وقد تطغى المرأة بأصلها ونسبها أنها تنتمي إلى أسرة عريقة ودات أمجاد وقد تطغى المرأة أيضا بوظيفتها وراتبها الشهر على زوجها الطغيان له أشكال وألوان قد يقع الطغيان حتى من ناس عاديين إذا ما وصلوا إلى مرتبة من المراتب يشعرون بأنهم صاروا متميزين عن الآخرين فقد يعطي الإنسان علما كبيرا وهذا العلم والمعرفة والشواهد المحصل عليها تجعله يتعالى وينظر إلى الناس من علم كم من صاحب معرفة وكم من صاحب علوم ومن صاحب شواهد جامعية عليا بدأ ينظر إلى الآخرين نظرة استكبار واستعلاء وقد يكون هذا حتى من طلبة العلم قد نجد هناك علماء أو طلبة علم لما يقرؤون شيئا من العلوم الشرعية ويلبسون لباسا فيه علامات الوقار يدخل إليهم الطغيان فإنه لا يرضى أن تكلمه إلا بعد أن تضع فرود الطاعة والولاء وأن تقبل يده أو كتفه وأنك تخاطبه باحترام وإجلال وأن مجموعة مرسيم وتقوس حتى في طلبة العلم والفقه والدين ويقول أيضا في أصحاب العشائر والقبائل هناك رؤساء قبائل وعشائر عندهم جبروت وعندهم إحساس بالشخصية وأيضا إذا وصل الإنسان إلى مرتبة من مراتب الدولة أخطر أنواع الطغيان هو في السلطة لما يصل الإنسان إلى مرتبة عليا في السلطة لأن السلطة معناها الهيمنة معناها النفود معناها الحكم وهنا كم من شخص كان عاديا ولكن لما يصل إلى كرسي السلطة يتغير في شكله وفي عاداته ومن ثم يطغى ويتجبر عن المخلوقات لهذا ربنا عز وجل قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى الإنسان الفقير لا يطغى في الغالب الإنسان المريض الإنسان المحتاج لا يطغى لهذا يقول العلماء إن الضراء خير من السراء لأن الضراء تجعل الإنسان يشعر بالضعف وبالهوان ويستكين للمولى ولا يتجبر على الخلق أنا ضعيف أنا مريض أنا فقير أنا رتبتي متواضعة جدا فكيف لي أن أطغى لقد حماني المولى حماني المولى من الطغيان وأعطاني الضراء وأعطاني البأساء فأنا أستكين ومستضعف ولا أجرؤ أن أطغى على أحد فالضراء والبأساء هنا خير من السراء إذا أعطاك الله المال والجان والجمال والمجد والسودد قد تشعر بأنك لست كبقية البشر وأنك متميز وهذا يقع كثير للناس هناك من يطغى بالأولاد في الأول كان لم يكن له أولاد ولا بنات ولكن لما أكرمه الله تعالى وأعطاه درية وزده معها خيرات يطغى كما قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة هناك من يعطيه الله أولاد فيطغى تفاخر يتفاخر أنا عندي كذا وكذا وكذا وهناك من يعطيه المولى عز وجل أشياء أخرى كثيرة متعددة خصوصا حكى القرآن العظيم أن من يعطيه الله المعرفة كالسامري الذي كان مع صاحب موسى السامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أتل الرسول فنبدتها وكذلك سولت لنفسي لما كشف الله له بعض جوانب المعرفة والفكر والفلسفة بدأ يعطي تأويلات خاصة به ومن تم أغرق بني إسرائيل في الشرك بعد أن كانوا في التوحيد ويدكر القرآن الكريم قاروم صاحب موسى الذي أعطاه الله ما الوفير سبع طبقات فوق الأرض من الأموال وسبع طبقات تحت الأرض من التروات ولم سئل قال أوتته على علم عندي علم عندي فهذا الذي ينسب ينسب ذلك لنفسه مظاهر الطغيان عند الإنسان كثيرة ومتعددة وإذا دخل الطغيان إلى قلب الإنسان فهذا فساد عظيم لهذا ندعو الله تعالى أيها الأحباب الكرام أن يحفظنا المولى من الطغيان ويحفظنا الله تعالى من العطاء والتوسع الذي قد يؤدي بالإنسان إلى أن ينسى نفسه ويتغى على الآخرين ماذا كانت جواب القرآن قال ربنا عز وجل في سورة العلق كلا كلا إن الإنسان لا يطغى كلا هذه الكلمة فيها نوع من القرع ونوع من التنبيه ونوع من الاستفاقة أيها الإنسان استفق انتبه كلا إن الإنسان لا يطغى هذا الإنسان هذا المخلوق الذي هو مكون من لحم وشحم وعضم هذا الإنسان إن الإنسان لا يطغى لماذا يطغى؟ يتجبر ويتكبر أن رآه استغنى استغنى قد يستغنى عن الناس وقد يستغنى عن عائلته وعن أقاربه يطغى لكن أخطر أنواع الاستغنى أن تستغنى عن الله هذا أخطر أنواع الاستغنى هناك من استغنى على والديه هناك من استغنى عن زوجته أو الزوجة استغنى عن زوجها هناك من استغنى عن الشركة التي يعمل بها أو استغنى عن وطنه وغير ذلك من أنواع الاستغنى لكن أخطر أنواع الاستغناء أن تستغني عن المولى عز وجل هذا أخطر أنواعه لأن الإنسان يظن بنفسه خيرا وهو قد ارتكس في هذه الحمأة في أهد النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن رجل موسر عنده مال وفير دخل إلى المسجد وكان عنده ثياب يلمع ثياب فاخر فجلس بين يدي النبي الكريم مع الناس بعده دخل إنسان آخر معسر فقير وثيابه رتا وسخا فجلس بجانبه فإذا بالغني يجر ثيابه ويبتعد عن الفقير فلما رأاه النبي الكريم بهذه الطريقة فيها النوع من الاستصغار بالآخرين قال يا فلان أخشيت أن يلتصق غناك بفقره أم خشيت أن يلتصق فقره بغناك هذا الصحابي الغني شعر بأنه فعلا وقع في ورطة تأتأ رأسه فقال يا رسول الله إن لي قرين يقبح لي كل شيء حسن ويحسن لي كل شيء قبيح بهذا المال الوفير صار عنده عقلية مزدوجة قرين هناك أيها الأحباب الكريم لا ننسى بأن كل واحد منا له قرينه لك نفسك ولك شخصيتك ولك قرينك وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في دلال بعيد قال قريني يزين لي كل شيء قبيح ويقبح لي كل شيء حسن فأنا أعتذر فقال يا رسول الله وقد آديت هذا الفقير فأنا سوف أعطيه وأتنازل له عن نصف تروتي إجبارا لخاطره فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لرجل فقير أتقبل نصف تروتي هذا الرجل الغني قال لا لا أريدها يا رسول الله يكفيني ما عندي قال ولماذا قال أخاف أن يدخلني ما دخله أنا الآن فقير أشعر بأنني ضعيف وإنني متواضع لله ولخلق الله فأخاف إن أخدت نصف تروته أن يصيبني ما أصعبه ويدخلني ما دخله كان المربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يربي الناس على أنهم يكونوا متواضعين لله عز وجل ونحن رأينا ليس في الأفراد فقط بل في المجتمعات والدول عصرنا هذا القرن الواحد والعشرين هو أفضل العصور عبر تاريخ البشرية في التطور العلمي والتطور التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى رأينا دول تغزو الفضاء وتغزو القمر ومنهم من يفكر أن يغزو المريخ وسمعنا التنين الصيني سوف يكتسح نصف الكرة الأرضية وسمعنا الإمبريالي الأمريكي سوف يفعل كذا وكذا والاتحاد الأوروبي فعل كذا وكذا والناس يتفاوضون وكل يستعلي على الآخر ربنا عز وجل بالرحمة الوسعة بدأ أصاب البشرية في هذا الزمن لما طاغت وتجبرت أصابنا بفيروس كورونا فيروس صغير لا يرى بالعين مجردة مثل حبة قم حم ربنا فتتها ووزع على الكرة الأرضية ما الذي وقع؟ رأينا بأن المطارات توقفت ومحطات القطرة توقفت والأسواق العالمية توقفت ورأينا الناس يدخلون إلى بيوتهم ويغلقون عليهم نوافدهم ويستغيطون بالكمامات وبالمواد الوقائية ويدخرون علب الطعام والشراب خوفا من ماذا؟ لقد صاروا مهددين بالحياة هذا فقط درس الله عز وجل أراد أن ينبهنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى جاء الجواب للعلاج ما هو علاج الطغيان؟ لأن الطغيان أيها الأحباب الكرام قد يدخل كل واحد منا نحن لسنا آمنين إبليس شاطر وقارنك قد يكون أعقل منك وقد يصيبك بنوع من الطغيان ما هو المخرج؟ كل من أصيب بطغيان إما أعطى الله مال أو ثروة أو علم أو جاه أو جمال أو غير ذلك كيف نحتمي من الطغيان؟ جاءت هذه الآية الكريمة تصف الطغيان وتصف العلاج الإعجاز القرآني في كلمات معدودات يصف لك حقيقة النفس البشرية ويعطيك علاجها كأنك رشدت الطبيب كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة هذا هو العلاج إن إلى ربك الرجعة تذكر أيها الإنسان أنك سوف ترجع يوما إلى ربك مهما طالبك العمر مهما جمعت من تروات مهما حصلت على شواهد علمية ومعرفية مهما ارتقيت في سلم السلطة مهما جمعت من حضوة تذكر أيها الإنسان لقد أدخلناك إلى الدنيا عاري الجسد حافي القدمين وسوف تخرج من الدنيا أيضا عاري الجسد حافي القدمين الأجنة لما يخرجون من بطن أمهاتهم ماذا يلبسون؟ هل رأيتم جنين خرج من بطن أمه يضع ساعة أو سلسلة دخب أو ملابس فاخرة؟ عاري عاري الجسد وحافي القدمين كذلك الميت إذا مات بعد عمر طويل وجمع الأموال وجمع التروات ومن الدور والقصور لما يموت نقول صلاة الجنازة جنازة رجل أو امرأة ويكون عارم إلا من توب أبيض يستر عورته فقط هكذا الإنسان علي أن تذكر إن إلى ربك الرجعة العلاج هو أن الإنسان دوما يتذكر بأنه في هذه الدنيا مؤقت مؤقت جدا وإذا كنت مؤقت لا تحكر على الأشياء الأمور تمضي الأمور كلها تسير بسرعة نحن نسير إلى الله ونرجع إلى الله لأن أول مقامنا قبل أن نصل إلى الكوكب الأرض أين كنا كنا عند الله ثم نرجع إلى الله وعند الرجوع إلى الخالق عز وجل سوف يعطينا حصيلة أعمالنا في الدنيا فطوبى للمتواضعين طوبى لأصحاب القلوب الزكية طوبى لأصحاب النفوس المطمئنة ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الطغيان ويحفظنا وإياكم من الكبر ويحفظنا وإياكم من أن نتعالى عن الخلق لأن الإنسان يحتاج إلى هذه القيم خصوصا في الحياة الأسرية بين الزوج وزوجته بين الآباء وأبنائهم بين الجيران فيما بينهم بين عموم الناس في الشارع العام بل حتى في الوزارات وفي الحكومات والمجالس المنتخبة والحوار الذي نلمسه ونتابعه يوميا بين الحكومة والنقابات وبين المسؤولين لا بد أن يكون فيه نوع من التواضع ونوع من الأخذ والرد والإقناع وليس الطغيان وفرض القرارات لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه هذا ما قرره القرآن العظيم إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا وإياكم من عباده الراشدين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة